ثار بركان الليلة الماضية في شبه جزيرة ريكي عنيس في جنوب غرب إسلندا في سابع ثوران تشهدها البلاد منذ ديسمبر الماضي حسب الأرصاد الجوية وأظهرت مشاهد تلفزيونية حية الحمامة البركانية وهي تتدفق على طول شق أفقي وفي ذات سياق أوضح خبير في مكتب الأرصاد الجوية أن الثوران لا يهدد في الوقت الراهن البنى التحتية حيث من المقرر أن يجري خبراء متخصصون تقديرا أوليا لحجم الثوران يذكر أن إسلندا تعد موطنا لـ 33 نظاما بركانيا نشطا أي أكثر من أي دولة أوروبية أخرى